اشتركوا في القناة اللي بتطبطب على مش هاي سأقول الحاجة اللي وحشة بالصحي سأقول يعني البنياء دمين البنياء دمين هي اللي بتولدهم وهي اللي بتربيهم وهي اللي بترعيهم وهي اللي بتخلي بالها منهم وبقول الكلام ده الناس كتير قوي لما كان بتشوف المقدمة قوي الأنتروس بقولي ليه يعني احنا حاجة في التاريخ عملت ايه يعني اشتبقى احسن حاجة في الدنيا لا انت عملتي وكوني فخورة بأممتك كوني فخورة ببنوتك كوني فخورة بصدقتك كوني فخورة انك جارة صلحة وابنة صلحة وزوجة صلحة وخطيبة صلحة وزميلة صلحة كوني فخورة بنفسك لانه بيسموكي او بيسمونا الصنف الناعم او الحتة الحلوة لما بيعودوا يقولوا كده بتبقى او النص الحلو بيقولوا كده عن حقيقة لان انت اللي بتطبطبي وانت اللي بتحني وانت اللي بتربي وانت اللي بتخلي فيه وانتي اللي بتحملي وانتي اللي بتولدي وبتغسلي وبتنسوري وتذكري وتطلعي وبتنزلي وتيجلي وتروحي بتعملي تعملية حاجات كتير قوي في نفس الوقت وشكده دايما يقول عليك ان انت احلى حاجة حصلت في التاريخ أسك ردوة أو اسأل ردوة دون سند علمي ديني ايه فيش ايه خلفية غير ان انا بقول انا لو كنت مكانك هعمل ايه خلان نبدأ باول مشكلة معانا او اول حاجة في أسك ردوة أو اسأل ردو انا متزوجة بقالي السنة عن قصة حب ما كنتش متخيلة ان احنا هنبقى بنتخيني كتير كده انا حاسة اني مش عارفة اتعامل بنحب بعض بس مش عارفين نتعامل هل احنا كده علاقتنا المفروض ما تكملش الاجابة لا اول سنة جواز بتبقى اصعب سنة جواز تخيالي كده معايا انتي مولودة في بيت فيه اخ ولد وبنت فقط معمولك قوضة مخصصة ليكي ومعمول قوضة مخصصة لاخوكي هل انتو الاثنين هتطلقوا بنفس الطباع بنفس التربية بنفس الدماغ واحد فيكو هنبقى التلفزيون والتاني لا واحد فيكو هنبقى في النور والتاني لا واحد بيستحمى وبير من هدوم والتاني بياخد بالي من النظافة من النظافة وهكذا فبالتالي اذا كان اخوكي اللي من امك وابوكي مش هيطلع نفسك ببعك فما بالك براجل هو جاي من ناحية وانتي جاي من ناحية هو جاي بتربية وانتي جاي بتربية هو جاي بدماغ وانتي جاي بدماغ هو جاي بقسته بتفكير وانتي نفس الشيء هو بينام بطريقة وانتي بيتنامي بطريقة فتخالي بقى لما الاتنين دول يكتموا مع بعض مش في نفس البيت لكن في نفس القوضة على نفس السرير هيحصل ايه؟ هيبقى فيه خناء وهيبقى فيه خلاف وهيبقى فيه هند وهيبقى فيه جهات وخد كتير بعد اول سنة كباز الناس بتبتدي تطبع على بعض فانتي تكبرت ماك اللي هو بينما مع التلفزيون هو يبتدي ياخد باله ان هو ما يفعلش يستحمى ويرمي الهدوم في كل حتة او يرجع من الشغل يرمي الهدومه على الكرسي اللي في قط النوم او برة يقلع الجزمة جوه لا يقلع الجزمة برة يوطي صوته هو بيتكلمك يوطي صوتك ويطي بتكلميه يتعصى بيسيب القوضة الاول يرد عليك وانتي تردي عليه طبعه على بعض على طبع بعض مع شوية وقت انتي هتبتدي تهدي هو هيبتدي يهدى انتي هتبتدي زي ما بيقوله بالانجليزي تبتدي تتغاضي عن شوية حاجات هو يبتدي يتغاضي عن شوية حاجات امتى نقول الجوازة مش نفعة امتى نقول العلاقة مش نفعة لما نطبع ونعيش سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة واعمل اللي علي واتغضى مرة واكبر دماغي مرتين وعشرة واعمل نفسي مش سامعة ومش واخدبالي وانبه واقول ان ده مش عاجبني كتير منه ولا ان ما فيش امل فبالتالي ابتدي ساعتا اقول طب تعالوا جماعة نستخيل ربنا سبحانه وتعالى برده عشان اتطلق مش لعبة وابتدي ادخل حد من اهله وحاكم من اهله وحاكم من اهلها الناس الكبيرة تبتدي تحاول تتدخل لو افرد بقى زي الطمنة ساعتا هنبقى نتكلم في طلاقة لكن اول سنة دي لا انصحك تماما تماما كملي وزي ما انت بس صلي استخارة برضو يعني برضو من خابة ما نستخار تاني مشكلة عندي مشاكل كتير في شغلي وطول الوقت مضغوطة وضغطي ده بدأ يطلع على كل اللي حوالي اعمل ايه اسيب الشغل ولا ايه بس يا بنتي نظرا ليه الظروف الحالية اقتصاديا وعالميا فانا مش حادر اقولك اه سيب الشغل عشان انا يعني ممكن اقولك سيب الشغل النهاردة بس انا مش حصرف عليكي بكرة وانا معرفش انت ظروفك المادية شكلها هعمل ازاي ولكن قاليني اقولك على حاجة مهمة لو انا مضغوطة في شغلي حيبقى عندي طريقين حمشيهم انا رضو الطريق الاولاني هو انه هدور على شغل تاني وانا بشتغل يعني انا مش حسيب شغلي الا لما اكون في شغلانة تانية انا ضمنها ادي حاجة تاني حاجة ابتدي اشوف مسببات الضغط علي في الشغل ايه عندي مشكلة مع زميلي عندي مشكلة مع مديري عندي مشكل في الايه وابتدي اشتغل عليها اكبر دماغي شوية افوت حبتين ابتدي ااخد بقى السلوك بتاعنا بني قدمين ومش عارف ايه وكبري دماغك وهو ربنا شاهد ومطلع ان انت بتشتغلي وكذا وان شاء الله حيبقى ليكي مردود في الاخر في اخر الطريق وكذا ودور على شغل لقيت شغل مع السلام يا جماعة وانا متشكرة جدا انا اشتغلت معاكم السلام عليكم عليكم بالسلام لكن انا سيب الشغل وافضل قعدة في البيت فريسة للفلس والوقت والفراغ والنم والكذب والبني قدمين هاخبط في حيطة هترشق في الحيطة فلا ما نسيبش الشغل الا لما نلاقي شغل غيره انا بحب الراجل الفرفوش هو فيه راجل فرفوش ماشي انا بحب الراجل الفرفوش اللي بيهزر وبيهزر كمان المدردح ومتقدمي واحد دمه خفيف حلو بس هو خجول ومش متكلم قوي امور حلو ابن ناس جدا بس مش متكلم قوي مش عارفة هتفهميني وهتفهمي قصدي ولا لا فهمتك تفهمتك لو انا مكانك هعمل ايه راجل طب استني يعني انا دلوقتي لو انا مكانك انا دلوقتي هبقى متقدملي واحد ميزاته انه امور وابن ناس جدا ودمه خفيف بيفضل بقى يجيبكم اللي سمكة ويقط عدلها اللي سمكة ويقط عدلها انا اشك انه يكمل اصلا لو حدي خطي من دردح جال لان دردح ده بيقف كده لحطي حتى معينة وهو ده اللي بيبقى احد الجنسية اصلا في الاصل فبيقولك انا مش بتاع جواز فليه ما خليك كده كمني وزي الفل وتوكل الله والف االف مبروك وعزموني في الفرح مشكلة البعادية انا بحب واحد بقى لي خمس سنين منهم تلاتة خطوبة بس انا عندي عيب خلقي حبيبتي يبني شفيكي وعفيكي ويديك السح وهو ما كانش عنده مشكلة اختلفنا خلاف كبير كان ممكن نسيب بعض وقتها فقال لي اهلي وصحابي بيقولوا لي اني استاهل وحدة سليمة الكلمة دي قصرتني وبجد مش قادرة تخطاها وهو عايزنا نرجع انا مش هكمل بقية الرسالة ما تكمليش ما تكمليش مع ده قال هالك في وقت زهر او قال هالك في وقت زهر قالها وترى ما قالها يبقى شايفها وحسسها ومصدقها قالك انا استاهل وحدة سليمة يعني هو شايفك ست او بنت مش سليمة فهيفضل يعملك طول الوقت وطول العمر ان انت شخص ناقص حاجة بعد الجواز وبعد ما الابواب بتتقفل المساوق بتبان فهيفضل يزلك هيفضل يقول لك كلام سخيف وانتي وكان جوازة مش عارفة ايه وانا ياريتني كنت سمعت كلام اهلي ياريتني كنت سمعت كلام صحابي انتي عندك عيب خلقي انا زنبي ايه يا ربي انا ممكن اتجوز عليكي انا ممكن اعمل مش عارفة ايه هتتعوي قوي مع ده وانتي بفكي شايب انتي خلقة ربنا سبحانه وتعالى خلقة شريفة خلقة كاملة خلقة ربي هي خلقة شريفة وخلقة كاملة يديكي ويديني اللي هو عاوزه مش من حق بني ادم يحاسبني على عطية ربنا ليا ومش من حق بني ادم يحاسبني على خلقة ربنا ليا ولا هيرني بها يحاسبني على اللي على صنعي على أخلاقي على صمعتي على طريقتي على كلامي على أسلوبي على طباعي لكن يعيرني ويحاسبني على خلقة ربنا لي يبقى هو بني أدم بش محترم بلاها آخر مشكلة معي عشان الوقت بيسوتولي على الـ Air Peace أهلي عاوزيني أدخل جامعة غير اللي أنا عاوزاها وأنا مش عارفة أقناحهم إزاي بص يا بنتي والله أنا هقولك على حاجة هو طبعا إحنا كل واحد فينا بيبقى نفسه أو نفسها إنها تدخل وتتعلم اللي هي عايزاها بس أنا هديكي تجربتي الشخصية وهقولك بعدها صلي استخار أنا كان نفسي أطلع طيارة فكرة أو مصممة أزياء فكرة الإزاعة دي ما كانتش موجودة ولا خطر على بالي ولا نفسي فيها ولا عايزاها وأبوي الله يرحمه قاعد يقول أنا نفسي أشوف رضوة ماجد الشربيني بتكتب على الشاشة وأمي قاعدت تزق 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 فيها لحد ما دخلوني إعلام قاعدت أربع سنين مش طيقة نفسي وبروح بالعافية وما بحضرش مثلا ربع المحاضرات وحلتي وحشة ونفسيتي مكتابة أنا عايزة أطلع طيارة أنا عايزة أبقى فوق مش عايزة أبقى مع الناس هنا على الأرض أنا إيه اللي جايبني هنا وبصحيص ساعة تمانية سوحاجة يعني مشع وانزل مشاريع التخرج وعمل حاجات مكرهها مش حباها هوب أبو يا الله يرحمه مات في آخر سنة جامعة ولما مات أمي الله يرحمه عادت تقول لي أبوكي مات وكان نفسه شوفت مزيعة وأبوكي مات وكان نفسه ويتحقق أي حلمه وتعمله مش عارف إيه فاضطررت إن أنا بعد ما خلص الجامعة إن أنا أشتغل مزيعة أنا بتتفق مع نفسي إن أنا هشتغل مزيعة كم شهر عشان نفست وسيلة أبو يا الله يرحمه أه مش حينفع أشتغل طيارة دلوقتي فروح أخذ كرسي طياران بعد ما خلص وأقنع أمي علشان أرى برضو طيارة برضو برضو لازم أحقق حلمي واشتغلت المساعدة بشتغل مزيعة بقيت 20 سنة على فكرة وبقيت حب قوي اللي أنا بعمله بزلت في السنين اللي فاتت دي وبقيت ست مشهورة والحمد لله وربنا سطرني ورزقني وبقت مهنتي الأساسية ومعرفش أشتغل حاجة تانية آه لما بركب طيارة وبسافر ببقى قد إيه عندي سعادة ومبسوطة جدا بس الحمد لله أنا ما اشتغلتش طيارة واشتغلت مزيعة ده بقوله أنا عندي 41 سنة فقدر أفهم أنت نفسك في إيه وشايفة أن أنت أنا كبرت وعايزة أشوف مستقبلي وأنا اللي حدد وأنا اللي مش عارفة إيه بس ساعات كتير قوي الأب والأم بيبقى ليهم نظرة مختلفة صحيح بس بالخبرة وبأنهم اللي مربيينك وحطين فيك وزرعين فيك حاجة معينة بيبقى هم شايفين أكتر ولكن استخير ربنا سبحانه وتعالى أعملي استخارة وإنتي بسكدة على الأرض وقول له يا رب لو أنا ماشي على الطريق الصحيح هو وده حيبقى مستقبلي ورقمة عيشي ورزق اللي حنجح فيها خلي أبوي وأمي يرضو علي ويرضو علنا الجامعة اللي عايزة أخشها لو أنا اللي نظرتي غلط يا رب لو أنا اللي شايف مستقبلي غلط يبقى اهديني لرأي وقرار أمي وأبوي بس أنا بقولك أنا النهاردة دي باتكلم عن اللي حصل لي أنا لأن أنا عمري في حياتي من 23 سنة أو من 24 سنة وأنا داخلك جمع عمري في حياتي ما كنت أفكر أن أنا النهاردة في 22 حبقى موجودة معاك وعالهوى حكون بقولي الكلام ده بلساني أبدا فأنت تريد وأنا أريد والله هو يفعل ما يريد قليكي كمان مسلمة لإرادة ربنا سبحانه وتعالى مشاهدتي يا هزيات وبناتي الحبيبات يلا نطلع نبدأ حلقتنا ولكن بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر